بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج لزيادة المال الحلال تكتب هذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وَدْمَكَّنَّا الْأَرْضَ وَجَعَلْنَا لِهَا مَعَايِشَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وتكون الكتابة في يوم الجمعة بين الصلاتين أي بين صلاة الظهر والعصر وتوضع هذه الآية التي كتبت بورقة بيضاء غير مخططة بقلم رساس في كيس المال أو الحقيبة الصغيرة أو المكان الذي تضع فيه أموالك مما يوضع فيه المال الخاص بك فإنه ينفعك ما هو مجرب في زيادة المال والرزق ويوسع الله سبحانه وتعالى عليك من أوسع أبوابي الفضل والرزق والمال فجرب ولا تشك برنامج صباحات ولا إياه أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام لا تنسون من فاضل دعواتكم خصوصا في صلاة الليل ونحن كذلك لا ننساكم إن شاء الله تعالى من الصلاة والدعاء والزيارة في مرقد الإمام الحسين عليه السلام كذلك في مرقد أبي الفضل عباس سلام الله عليه في وضع جميع حوائجكم إن شاء الله بين أيديهما سلام الله عليهما وإن شاء الله لا تأتي إلا المبشرات إلى أبواب بيوتكم وتدخل السرور على قلوبكم وتدخل السرور عفوا على قلوبكم وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى